السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أبناء الطلاب في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي بمدرسة إنجال الصفة الابتدائية الأهلية في برنامج التعلم عن بعد نقوم اليوم أبناء الطلاب بحل تدريبات الفصل الحادي عشر اختبار الفصل الحادي عشر نبدأ معنا تحل الكتاب اختبار الفصل ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطئة البسط والعدد العلوي في الكسر إجابة صحيحة الكسران 3 على 5 و5 على 10 متكافئان إجابة خاطئة wrong answer وهنا correct answer يعني C يعني صحيحة أكمل لأحصل على كسرين متكافئين 1 على 4 أو ربع يساوي كم؟ إنه ضربت تحت في 2 يبقى ضرب في 2 يبقى يساوي 2 على 8 3 على 5 يساوي كم؟ أحسنتم ساوي 6 على 10 ما الكسر الذي يمثل الجزء البنفسجي في القرص ذو المؤشر الدوار البنفسجي هنا يمثل كم؟ 1 من كم جزء من 4 يبقى ربع 1 من 4 يبقى ربع قسم معلم التربية البدنية طلاب صفي إلى أربع مجموعات إثنتان منهما تضم كل واحدة خمس طلاب واثنتان تضم كل واحدة منها سبع طلاب فما عدد طلاب الصف؟ هنا عشان أحل المسألة لازم أستخدم خطة حل المسألة لإرسم صورة اللي إحنا أخذناها إرسم صورة عندي هنا طلاب صف أربع مجموعات يبقى نرسم شكل مكون من قصة من أربع مجموعات خلاص؟ طيب إثنتان منهما تضم كل واحدة منها خمس طلاب يبقى عندي الصف عندي هنا لما أرسم معطيات المسألة أربع مجموعات كل مجموعة اثنين منهم خمس طلاب واثنين سبع طلاب يبقى أنا عندي كم؟ الصف هنا عندي لما أرسم صورة هجد من الأربع مجموعات اثنين هنا يبقى أنا عندي كم؟ اثنين في خمسة بعشرة واثنين في سبعة أربعتاشر يبقى أنا عشرة واربعتاشر كم؟ أربع وعشرين أربع وعشرين جزء يبقى أربع وعشرين طالب بعدد طلاب الصف ما يقول لأربع مجموعات اثنين خمس طلاب يبقى وعشرة واثنين في خمس سبع طلاب يبقى أربعتاشر أربعتاشر وعشر بأربع وعشرين طالب إجابتي هنا إجابة صحيحة اختيار من متعدد؟ أي شكل من الأشكال الآتية يمثل الجزء المظلل فيه تلاتة على أربعة تلاتة على أربعة هنا يمثل نص وهنا يمثل ربع وهنا يمثل كم؟ واحد اثنين تلاتة تلاتة على كم؟ على تمانية طب فين التلاتة على أربعة؟ مش تلاتة على تمانية نتأكد من الحل تلاتة على أربعة يبقى فين هو؟ أحسنتم هذه الإجابة جيم هنا واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة ستة على تمانية ليتكافئ تلاتة على أربعة تمانية على اتناشر من الأسماك في الحوض ولونها برتقالي واربعة على اتناشر منها سوداء فأيوما أكثر؟ الأسماك البرتقالية أم السوداء؟ هنرسم شكله ونقسمه اتناشر جزء ونظلل منهم تمانية ونرسم شكل آخر ونقسمه اتناشر جزء ونظلل منهم أربعة نجد أن الأسماك السوداء أقل من الأسماك البرتقالي يبقى هنا 8 على 12 أكبر من 4 على 12 يبقى الأسماك البرتقالية أكثر اختيار من متعدد ما الكسر الذي يمثل أوراق الشجرة الملونة 1, 2, 3, 4 من كم؟ من 6 هيبقى 4 على 6 هيبقى الإجابة جيم إجابة جيم هي الإجابة الصحيح يوجد في حضيقة منزل 3 دجاجات بيضاء و1 حمراء فما الكسر الذي يمثل الدجاجة الحمراء بينهم؟ 3 بيضاء و1 حمراء يبقى كم دجاجة؟ 4 عايز الدجاجة الحمراء يبقى واحدة بس يبقى واحدة من 4 يبقى 1 على 4 اللي هي ربع الإجابة ألف مجموعة تتكون من 9 طلاب فإذا كان 4 على 9 منهم يحملون حقائب في يوم أكثر الذين يحملون حقائب أم الذين لا يحملون 4 على 9 يبقى 4 طلاب يبقى الباقي كم من التسعة 5 يبقى 5 الطلاب لا يحملون الحقائب يبقى العدد الذين لا يحملون الحقائب أكبر اختبار تراقمي اختر الإجابة الصحيحة ما الكسر الذي يمثل الجزء المظلل في الشكل أدنى ها 1 2 3 4 5 المقام 5 والباست كام 2 يبقى 2 على 5 الإجابة جيم 2 على 5 هناك 3 قطة سوداء وقطة واحدة بيضاء ما الكسر الذي يمثل القطة البيضاء يبقى 3 قطة سوداء واحدة بس بيضاء ما الكسر الذي يمثل القطة البيضاء 1 على كم على 4 ربع 1 على 4 الإجابة ألف أي شكل من الأشكال الآتية مضلع خماسي ده سداسي وده ثلاثي أو مثلث وده ثماني إذن الإجابة جيم يا الإجابة صحيحة خماسي 1 2 3 4 5 يبقى الإجابة جيم له خمسة أضلاع وخمسة زوايا ما الكسر الذي يكافئ الكسر 6 على 9 6 على 9 هنا الإجابة 2 على 5 إجابة خطأة لأن لا يكافئها 3 إجابة خطأة 3 على 4 إجابة خطأة سطام على نفس العدد يرسم سطام وجوها مبتسمة على الورق أي الوجوه التالية لها محور تماثل هذا ليس لهم محور تماثل لأن لو قسمناه بالنصف وهكذا هنا الشكل ده مختلف عن الشكل ده وهنا هنا في عين هنا مفتوحة هنا عين مقفولة وقسمت بالنصف كده لن يكون متماسل وهنا لو قسمت بالنصف هيكون الشكل هنا غير الشكل هنا يبقى ليس لها محور تماثل أما هنا لو قسمت بالنصف هيكون الشكل على اليمين نفس الشكل على سر إذن الإجابة باء هي الإجابة الصحيحة الشكل باء والذي له محور تماثل اذا اكل ثلاثة على خمسة علبة جبنة ما الكسر الذي يمثل الجزء المتبقي ثلاثة على خمسة هنطرح العلبة كاملة يتساوي خمسة على خمسة هنرسم شكل مكون نقسم الى خمس اجزاء نظل الثلاثة يتبقى كام اتنين على خمسة بقى الاجابة جيم الاجابة الصحيح بقى الاجابة اتنين على خمسة يوضح التمثيل ادنى عدد طلاب الفصل المتفوقين خلال خمس ايام فما عددهم هنا في يوم الاحد اتنين نجمع اتنين وزائد سبعة زائد اربعة زائد ستة زائد واحد يبقى نجمع اتنين وسبعة تسعة تسعة واربعة تلاتاشر تلاتاشر وستة تسعتاشر تسعتاشر واحد عشرين اذا الاجابة ده هي الاجابة الصحيحة عشرين طالب قاعة اجتماعات طولها تسع متر وعرضها سبعة متر ما محيطها قلنا محيط هذا الشكل مستطيل هنا تسعة يبقى هنا تسعة هنا سبعة يبقى هنا سبعة يبقى نقول الطول زائد العرض الكل في اتنين طول زائد العرض ونضربه في اتنين هنا تسعة زائد سبعة يساوي كم ستاشر ضرب اتنين يساوي اتنين وتلاتين او باجابة اخرى تسعة وسبعة كم ستاشر وتسعة ستاشر وتسعة خمسة وعشرين خمسة وعشرين وسبعة اتنين وثلاثين يبقى المحيط تسعة زائد سبعة زائد تسعة زائد سبعة يساوي اتنين وثلاثين متر اتنين وثلاثين متر اجابة جيم اين مما يأتي يصف شكل العلبة الموضحة ادنى لها قاعدتان دائراتان يبقى هذا الشكل ايه اسطوانة احسنتم ليس دائرة وليس مخروط وليس منشور هو اسطوانة احسنتم ما الكسر الذي يمثله الجزء المظلل في الشكل التالي هنا الجزء المظلل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بقى تمانية على كم الاجمال كل الشكل اربعة اربعة بستاشر يبقى ستاشر يبقى تمانية على ستاشر يبقى لجابة الف يبقى تمانية على ستاشر لجابة الف أجب عن السؤالين التاليين أرتب القصور الآتية من الأكبر إلى الأصغر من الأكبر إلى الأصغر أربعة على تمانية خمسة على تمانية ثلاثة على أربعة قلنا ثلاثة على أربعة دا يكوفق كام ستة على تمانية يبقى من الأكبر يبقى ستة على تمانية الأول يبقى ثلاثة على أربعة الأول ثم يلاها خمسة على تمانية ثم أربعة على تمانية رسمت هند شكلا له خمسة أضلع وخمسة زوايا اسم الشكل ده ايه احسنتم خماسي قسمت فطيرة الى ثمانية اجزاء متساوية فاكلت ريم ستة اجزاء منها فهل اكلت تلاتة على اربعة ام اتنين على تلاتة ها لو قلنا ستة على تمانية من الفطيرة نختصر الستة على تلاتة يتساوي تلاتة وتمانية على نختصر على الستة على الاتنين يتساوي تلاتة وتمانية على الاتنين يتساوي اربعة هنقسم فوق على الاتنين يبقى نقسم تحت على الاتنين يبقى 3 على 4 من الفطيرة يبقى الإجابة 3 على 4 الإجابة المطولة أجيب عن السؤال التالي موضحا خطوات الحل أرتب مجموعة الكسور ربع نصف تلت من الأكبر إلى الأصغر ما الذي يحدث لقيمة الكسر عندما يكبر مقامه وماذا يحدث لقيمة الكسر عندما يصغر مقامه قلنا القاعدة أيلهلك قبل كده عندما يكبر المقام يقل قيمة الكسر ويصبح أصغر وعندما يصغر المقام يكبر قيمة الكسر ويصبح أكبر يبقى عند القاعدة بتقول نقولها من ثاني ننهي بها في حصة اليوم إذا تساوى البسط فإن المقام الأصغر هو الكسر الأكبر يبقى إذا تساوى البسط فإن المقام الأصغر هو الكسر الأكبر المقام الأصغر هو الكسر الأكبر طيب إذا تساوى المقام فإن البسط الأكبر هو الكسر الأكبر يبقى هنا في الكسور اللي قدامي هنا البسط متساوي البسط متساوي يبقى المقام الأصغر هو الكسر الأكبر يبقى النص هو الكبير ما يقوله الربع يؤسس هو الكبير هو الأربع أكبر من الاتنين أقوله لا احنا بنقول دلوقتي ايه في المقام المقام الصغير هو الكسر الكبير يبقى كبير في دولة ايه هو يا شباب النصف بان اذا تساوى البسط فان المقام الاصغر هو الكسر الاكبر خلاص احسنتم و الى هنا ننهي حصة اليوم وبذلك احباب الطلاب ختمنا كتاب الرياضيات للصف الثالث الابتدائي ان شاء الله سوف نقوم بمراجعة ما درسناه في الحصص المقبلة او الحصص القادمة سنقوم بمراجعة ما درسناه من قبل و كل عام و انتم بخير و الى لقاء قريب في حصص المراجعة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته